السلام عليكم انا اسمتي ساليم سنتقسم معكم واحد تجربة اللي عشتنا شخصيا وغا تقدر بزاف دي الرجال غا تنفعهم هاد التجربة اللي عشت انا يا بزاف دي الرجال بزاف بدون تعميم ولكن بزاف دي الرجال تتحب راسهم مطورين مدوزين وغا يفهموا بزاف العقليات دي العيالات والبنات وكي يقول لك انا والله لا دار اتعب اياه هادو كل هم افعال يدلوا على ان ذاك الانسان ما متقفش وما كيحاوش يفهم شكونا هي ذاك الانتا بحاج شي واحد متلا انك تضروا شي حاجة يمشي يقول لك راقي لا راغي الكلاوي تبدي يفهم لك راقي الكلاوي اصلا هو مقارش طيب ومعارش ذاك الاعراض فشي يقول لك سير شوف الطبيب ولي غا ينصحك تبدي يقول لك لا را يقدر يكونوا واجهتوا شي نفس الحالة ولكن من اعراض خريين ومن مشكلة خر فهمتوني اش بغيت نوصل لكم يعني العلمانيين انت يجو تبقى وفهموها لك انا كنت علماني انا كنت فاهمي وكنت كنت تتحب لي حاكمة في البنات دوزت بزاف دي العلاقات وتنقول صافي مكينشي وحدة تلعبية حد ديجة طرت لي وحدة نكبة ومن هذه كل نكبة اخديت سمعة سيئة لبنات وكان غلط كبير ادرته انا وهذا الغلط هذا اتفاقم بزاف ما في الحياة ديالي ولكن الحمد لله فهمت بزاف دي الحواج ما نحرقوش المراحل نهود لكم من الول باش تفهموا الموقف ديالي وياريت ياريت ان من اللي نجي نقرأ التعاليق ما نلقاش شي رجال تيقولوش يدراء خدموها خدموها لكم غي شي شوية فهموا الموضوع ونتناقشو فيه في التعاليق بدون اي سب او شتم او شي حاجة غي موضوع للنقاش وصافي انا بعدا كنشارك معاكم تجربة ديالي البنات غي يستفدو منها ولكن على اوجه الخاصص هو الرجل بزاف درجال غي يستفدو من هذه القصة نبدأ على بركتي الله اه شو نقول لكم انا سليم كبرت عادي عائلتي الحمد لله بي خير اليوم مش كنشكرهم ولا شي حاجة ما ضروري نظر علي انا كشخص باش تفهموني وتفهمون الموقف ديالي فهذا الشي اللي غنعود لكم كبرت بي خير اليه الحمد لله كقريت في بره كل شي دازم بزيان وخايش سمعوا قريت بالرده وانكرا ختكون تقاف وعارف وانكرا تعرفتها تعييه وانكرا تعرفش العيالات بحر اعلم يعني كنت وانت فقد فقيد الحياة وكل نهار كتزيد تعلم حاجة على العيالات ما لينا انا ما كنتش عطى العيالات واحد الاتيمام من بعد ذلك المصيبة اللي كانت وقعت لي موحدة سيدة قبل منا نخرج الضيار الاوروبية يعني وقع ليه واحد المشكل مع واحد خيتي خلتني الكراع البنات وتكون عندي من جيتهم واحد النوز عن انتقامية وكلهم بحال بحال وكلهم معادي هذا كان غلط كبير ما لينا ندوس دراسة ديالي رجعت للبلاد درت واحد تجارة ساما اخت خيبيا صافي خليت البنات حييتهم عليها مبالي نهائيا درت واحد تجارة هنا في البلاد وليه تنزيل علاقات مع البنات يعني ما بغيش نتزوج بهم صافي غير علاقات وصافي باش نعمر الوقتي شوية هكا كانت عندي الفكرة شوف فكرة اللي كانت عندي نعمر الوقتي شوية صافي نخرج معادي نضحك معادي نخرج صافي يعني مونينيكس خلاطع ما لينا بدي نزيل شي شوية فلاش نقول ده با خسنين دير عقلي وخسنين تزوج ولكن هالي اللي غن تزوجها خسنين نختارها بعناية بعناية فائقة انها ضرماها دين احترقيت واحد البنت بشي انا خطبنا بخير كل شي دازم زيان موادك البنت متفاهمة بزاف ديالي الحواج ولكن يكن ندخلوه في العلاقة الزوجية الشهر الأول شهر التاني التالت الرابع تمضى اللحظ بلي ذك البنت ما كانت توافق مع ذلك اللي انا كنفكر فيه هذه انانية ونرجيسية لانني انا عندي موقف حتى هي عندها موقف ولكن كان ادول غلط ما نحرقت لكم المراحل أنه لتجري معه هذه المنظورات والبنت انها تعلم ان اغرب economically اغربني وانت لابد وانت اتفهمني لكن اتفهم عند ارادت السيداء ما نقول انه اراه انا اغرب أنك تجري انا لا تجري ان تجري شهريا. كان كراه انني نمشي كل مرة جيب بيضاء جيب هذي جيب هذي. كان نمشي كان نجيب ذلك التقديية ديالشهر. وعزيز علي النظام. ومن ضابط. الوقت هو الوقت. وكل حاجة تكون في بلاستها. وتكون في الوقت ديالها. ولا تزعزعت غير شي حاجة. كانت ديرونجة. كانت تعصب بزاف. يعني هدرت معها في هذا الموضوع. وحتى ايه فهمت هذا الموضوع دا. ولكن ما فهمتهش بالقدر لانا. لانا فهمه. مثلا كنجيب تقديية كاملة اللي خاصة الضرب. لان ما خاط نقص قنور ولا اخر ما كنقش. يعني كن قنور ديالشهر كامل. كل شي كل شي كاين. كتجي. كتجي. كتجولي يارا رخصي نجيب واحد الحاجة من اللحانه تجيبها لي. انا ما عارف بلي اذك الحاجة ما تقديناهج مثلا. ولكن تنقول لا شي كتبشي نتقديه وجي بيقى اذك شي لي. ينرى العقل البشرية لانا ما كانتش تقدارها ما يمكنش تقديك كل شي وخا تكسب كل شي بورقا وستيلي. ما يمكنش. انا ما كان فهمش هد النقطة عاد. كان بقون تخنوه مني منك مني منك. مني منك. الله يرحم بك. صفين فرتكوا هذا هذا. ما بقيتش بغيه هذا. الله يرحم لك الولدين سير لداركم. صافي تمشيت انترع في عودة وطلعك دادين عطيها الحقوق دياله. الحمد لله كنت عندي تجارتي ماشي خدام ماشي مشكل. بقيت زعماء دلت مني طلقتها. صافي قلتها قم قنقلبتها قلقة البنت اللي غنت فهمها. جاءت المرة التانية. المرة التانية قلبت في هذا النقص اللي كان في الاولى. انتم مرة لاحظوا معي. النقص اللي ما لقيتش في الاولى لقيته في التانية. منظمة ودك شي لي بغيت انا يلي كتبغيه يعني كان توافقه تقريبا في 80% كان توافقه. تاي يعزيز على النظام تاي يعزيز عليها تكسب كل شي ورقة وستيلو ومعزيزش عليها اذا كشي اللي غير بيته يعني كتبغت تدير حاجة وتعاودها. ما عزيزش على الروتين يعني كنهرسوا لروتين ديالنا وعجبني الحال ومشينا وطولت معها شي شوية ضربت معها تقريبا خمس شهور. ولكن في هذه الخمس شهور هذه. ها وثاني نفس المشكية. انا كنبغي ندير شي حاجة هي ما كتبغيش تديرها. كانت توافقه بزاف ديال الحوايج. ولكن المشكي اللي كان فيها انا وما كان قدرش انتغاضها. عندي بحال صغير بحال كبير. بزاف منكم اللي غي وصلت اللحظة دي قولك راه انتلي فيك المشكين. راه انتلي غلط. هاد شي ما غا نكتشفه حتى ما غا نطلق المرة العاشرة. خليكم معي وحدة بوحدة بس نتفهموا الغلط ديالي والرجال بش يفهموا الغلط. الغلط اللي كتبغيش تدير انا. وعدو بلا ما قولت انا وانني ذاك السيدة اللي انا مزوج بها. ما عطيهاش الدور كأنها را تهي عندها موقف. تهي عندها منظر. تهي ماشي زي يعني ماشي غا تتعلي عليها ولا تتكلب عليها ولا تتكلب عليها ولا تتدلل عليها وتتدلل ليا. اه انا راجل هاوي امرأتي من حقاتها ببط من كرامتي شوية ومن حقين هبط من كرامتي شوية وانت غاد على كبريائي ولكي كبريائي ونقول انا فوق الجميع. ما لها يا دخيتي يا دي اشبغيش تقول. يعني ما كانت ذاك الموت الدول محبة. ما كانت ذاك. يعني را الزواج انت كنت من قسم منك وانا كنت هذا هو الغلط اللي ادرت. وكتشفته من بعد. المرة الثانية. لقيت معا مشكل انها يعني كل شي كنت تفهموا في الا واحد حاجة فيها. انها لقدت الغرض بشي حاجة ما كترداش البلاست. يعني بدا تمقص دفار مثلا. قد قطع بي وتضعه. ما تردوش فين كان. وانا عدو يا هاد القضية هاي. انا رغيس تيلو له زيتون كتبيت رجعوا البلاستون ونضعه. يعني انا كبرت هكا. كبرت فقط من نظام هذا. ما يمكنش انك تجي تخرق لي هاد القوانين هادو. بقينا مني منك وانتك تقول لي يا مريض انت مريض خسك بشي تشوف الطبيب. وكذا هاي دخلنا في المشادات كلامية. سوف يكبر الموضوع بشي تشوف الطبيب. المرة الثالثة. المرة الثالثة اختارتها بعناية. على حسب ما يبدو يا انا. وانا رأي مريض. وانا رأي غالط. وانا رأي خير السيدة من الضماء كل شيء مزيان. واحد اللحظة قلت وانا نتبع هذا النظام هذا. وانا رأي اي بنت سنجيبها. وانا الولا الثالثة تاني نعمقها غادي. يعني بديت كنت ستوعب شوية كنت ندير. ولكن ستوعبت الامر بالشكل غلط. المرة اللي جبت متقفة وقارية وواعية. من اللي جات هي تشرح لي الغلط ديالي. انا رفض رفض تماما. انني على خطأ. من شهرها اللول هذيك المرة الثالثة. من شهرها اللول هذيك. قلت لي يا انا بغيتش مكمل معك تلقاتني هي اللي تلقات. قلت له ما تسيدة اذا مريض هذك يطلب مني شي حويش درام ما يمكنش. جبنا المرة الرابعة. المرة الرابعة او ثاني. ما غامقاش غدي معكم الرابعة الخامسة ونصلوا لعشرة لان الموضوع غي اخذ بزاف. جبنا المرة الرابعة. بقينا او ثاني نفس المشكل ما كنكملوا شهر اللي عاون. خامسة السادسة السابعة التامنة التاسعة العاشرة عشرات المرات تنقول لكم عشرات المرات عشرات المرات تنقول لكم اللي تزوجت وتقول واش انني لقيت هذك السادسة. حاليا انا مطلق ما بغيتش نجيب معيش بنت لان انا عارف بلي المشكل فيها انا. انا اللي ما فهمتش المرة شكونا هي. انا اللي ما فهمتش هما العقليات ديال المرة بش نعارف انتش ماشا معها. واولا ما فهم ما فهمش نواد الزواج هذا. بالنسبة لي انا الزواج هو الراجل القوام والراجل يخصو يكون لان دول كلبا. يعني فهم واحد المنظور مغلوط. تماما وكل غلط على شنو بغيت هذك المرأة. ما عمرني انا قلست في زواجي مع شي وحدة قلست وقلت دابات السيدة هذي. يكما انا ظالمها. يكما انا مع الدلالة حقوقها. دابا انا جبت المجتمع عشرات في مطلقات. اسألة الني لان م المطلقات. JESSICA لم ت dawnamen مطلقات عودة بني مش اشتيمة الإميرة. والشتبية ولوحد eseب. وشي نقول لكم واحد الكلمات ديال التي قالها. علي لان اقل نقينا في في مجتمع. اسألة وقوم بمطلقعة. تוב�عد ورقاتة للكاونة تزوج او تاني. ولكن المشكلة كان فيها أنا. انا نحاول ان نفهمها العيالتها المواقف بهم. قبولة حاولظ بنفسهم. نفهم الموقف Twelve am machine. نفهمهم شنوOr además في Minnie كانت انا من درجة كبيرة ونرجسي وكانت أريد أن يتبعوا النظام ينخضعوا هذه الأوامر بدون قصد وبدون إرادة يعني ليس أنا اللي قلت تعطيك المرأة هذا الشيء كان يأتي علي تلقائي و لكن بعد أن أقتل المرأة العاشرة تبعت مع أطبيب نفساني تبعت مع مصلح اجتماعي وهم اللي قلت لي بأنا نرجسي و هذا الشيء ما كنتش عارفو ما كنتش قارعي من نفس ما عارفش أنا شنية النرجسية ولا الأنانية ولا الأنى الأعلى ما هذا الشيء ما عارفوش شرح لي يا طبيب أهلا بقيت كنرجع السيناريو وش نطر لي مع الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والمشكرة فيها أنا ضيعت بزاف ديال اللي بنت من هذا المنبر تنقول لهم كل واحدة تنقول لهم يسمحوا لي بزاف 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 أنا عارف باللي بسدخو طاق كان أعطارف بالدنب ديالي كان أعطارف بالخطأ ديالي كان أعطارف بالنرجسية ديالي لأنا دبا كان تعالج عليها وكان أخذها الأدويات وكان حاول نقرأ وكان أقرأ كتوبة دي العين من نفس باش نفهم كتر وكتر الشخصية ديالي باش مستقبلاً ما نضلمش شي بنت أنا كان كنت تتحاب لي يعني فاهم في البنات ودوست في البنات وغان عارف نتصرف معهم أخويا رأى تفهم تتعية كيف قال ما صيرت العلاقة الزوجية ديالك بين يديك وبين مراتك بين يدين مراتك وحتى المرأة حتى هي خصت تلعب دور فاش أنها تفهم العقلية ديال الراجل وتفهم شنو بغى الراجل وتحتارم دور دياله كزوجة بغض النظر على أن الراجل خصو يحتارم دور دياله كزوج تجاه الزوجة دياله رأى ربي ما أخلقش ديك المرأة بشكل مستخدمة في الدار وتشقى علينا ودرع علينا وتكرفس علينا هذين هم العقليات اللي خرجوا علينا وشنقول لكم أنا أعدو بلان قولت أنا فيما كانت تفكر على هذوك العيالات أو لدي واحد تخوف أنا نتزوج وحد المرأة وأنا ما زال لدي مشكل قلت تاني هل جاد المشكل هذا وعاد نقدر ناخد بنت اللي غان تفهم معها كيفما بغى تكون العقلية ديالها يعني الراجل خصو يقوم بطي هذه الزوجة وهذه المرأة بل عقلية ديالها بطبايعها يكونوا طبايعا مقدرون تقبلهم مش يتقولي يا وحداك هتهرس عليك ودق دق عليك تخسر في الهضراء وخصك تقبلها لا كان هضرش في هذا الملحة هذا كان هضر في مرأة كي تكتاملوا فيها المواصفات العقلانية اللي البشر يقدر يتقبلهم وكان شكركم بزاف على الاستماع ومن هاد المنبر هذا كان عاود نطلب سماحة من أي وحدة أي وحدة تزوج بها وطلقتها لواحد السبب تافه لواحد السبب اللي أنا ما عرفتوش وظلمتها وخقدت ليهم الواجبات ديالهم ولكن كان كل يوم واحد احترام كبير لأنا مع مرم قله علي الحياة كان غلط مني أنا اللي كنت كان فرض عليهم شي حويج ما كنت توافقش نهائيا مع العقلية ديالهم حيث أنا ما كنت عارف شنو معنى المرأة ديال بالصح كان شكركم بزاف على الاستماع موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة